السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد سامير من قناة تكنوفوبيا ما عليش استحمله وهزة التصوير دلوقتي انا دخلت الفلاشة واتأكدت انها دخلت من على الويندوز هقوم عامل ريستارت هنا الجهاز بيفتح هندوس اف اتناشر للجهاز زي حالاتي عشان اخش على البوت اوبشن كل الجهاز بيفرق انا عندي بيقولي البوت اوبشن باف اتناشر فهدخل هنا على الاف اتناشر بعد كده هنقرب الكاميرا هنا هنا هيبيقول اللي اختار 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 بقى انا هنا اختار اليو اس بي اللي الجهاز ما بيدعمش اليو اس بي هبقى احاول اعمل فيديو تاني الجهاز تاني يعني عشان ان تعرف بتعمل ازاي في الغالب معظم الاجهزة بتدعم اليو اس بي فانت هتختار اليو اس بي من هنا ودي هتفوديرة بتفتحها هيد هندوس انتر على طول طبعا انا ما ما اعملش اي حاجة هي بتشتغل لوحدها هيفتح طبعا اللايف بريفيو او اللايف بتاعتها يعني كانك ستبطها هنا هتختار اللايف سيستم يوزر دوت انا اول مرة ما كانش بيبقى موجود كان بيدخلك على طول في العادي يعني بس زادت تكت انتر هنا بيقول لك بقى عندك خيارين يا اما تطريقة او ايه انت ممكن تجربها عادي خالص كانها كانك ستبطها من غير ما تسطبها عشان تشوف هتبقى هتعجبك ولا لا بس طبعا انا مقرر فانا هتختار ايه انستول تو هارد درايفر نظام بتاعهم انت بتختار من هنا اللغة انا اختار اللغة الانجليزي وينايتد ستيتس زي ما هي هيت وهدوس على كونتينيو اللي تحت مش عارف اتبقى ظهر في تصورة ولا لا بعد ما هنج معايد ايه ثان ثلاثة ام كمل ايه هنا هتختار اول حاجة الكيبورد انت عايز انجليزي بس او ممكن تزود اكتر من لغة هتدوس على بعد ما تدوست على علامة الكيبورد هتدوس على علامة الزائد اللي تحت هيتفتح لك القائمة دية هتختار منها العربي عربي كويتي بس لو انت عايز تضيف العربي ويكتب الارقام انجليزي زي ما بيقف ما نقول في الويندوز اه كويتي انت ديجيتس اللي هي ايه لو انت عايز تضيف اه حتى الارقام واحد اتنين ثلاثة دية تتكتب بال بالعربي يعني او الهندي وانتك كايد كده انا نضيفت الانجليزي وضيفت العربي اه هنا هتلاقي عندك علمين كلمة اه تشينج اوبشن ديت هتختار ازاي تقلب العربي والانجليزي الناس متعودة على التشفت صح فانت تقول له التشفت يا انا متعود عليها على طول البقل بيها يعني فانا اختار له دي كمان انا اخترت اه ويندوز كي واللس بيس والالت شفت ودوس اوكي وهتختار من فوق ضن نختار تايم داتا وانا هنا قاعد في كايرو في الحتة دي على الخريطة كايرو ايجيبت انت ممكن تختار بالموز زي ما انا اخترت كده او ممكن تختار من فوق افريكيا مثلا او تختار المكان بتاعك وبعد كده تتكى ضن من فوق هتخش على بقى الهارت وده اللي تركز فيه اللي بيمسح الناس كله بيمسح حاجات الهارت الناس كله انت هنا هتختار الهارت بتاعك اللي انت عايز تسطب عليه تمام وتحت هنا تلاقي عندك ثلاث خيارات اللي هو اوتوماتيك واللي هو هتختار الاختيار اللي هو بدلا اوتوماتيك ان هو يعمل اوتوماتيك لان عايز ايه انا عايز اعمل بمزاجي بمزاجي هتختاره بعد ما تتكى ضن هيتطلع لك البتاع دي تمام هتلاقي عندك نيو في درا انستوريشن كريت مش عارف ايه اوتوماتيك لأ مش عايز اعمل اوتوماتيك حاجة هتدوس على كلمة انون هيتطلع لك البرتشنز بتاعك جميل انت عارف انا كنت عارف انا ان انا موفر برتشن عامله مساحة واحد واربعين جيجا دول هستطب عليهم اللينكس وبرتشن تاني بتاع اللي هو ثلاثة وشوية جيجا تمام فانا دلوقتي عندي هوت اللي هو الاس دي ايه اربعة دوت اللي واحد واربعين جيجا وشوية دول اللي هستطب عليهم التوزيع تمام هعمل ايه فوق هنا هاجي في الماونت وينت هحط سلاش ان انا بقوله ده محل الروت بتاعي تمام بعد ما اخترت البرتشن اللي امسحته راحد واربعين وشوية اللي انا هعمله لاللينكس هحط هنا الماونت بوينت اعمله سلاش تمام وهنا هقوله ري فورمات اعمله ري فورمات بال اي اكس تي اربعة زي ما هي من غير اي حاجة وبس تمام هنزل تحت على التلاتة وشوية على التلاتة وشوية دوته هو هقف عليه وهقوله ري فورمات تاني واعملهولي سواب تمام وهدوس طن وبكده تبق انت ايه بيقولك اهو خلي بالك انا همسح البرتشن كزا وكزا وهفارماتهم وهعمل البرتشن تانيين كزا وكزا موافق حضرتك هتقوله بعد ما قلت له هتيجي هنا هو هنا تحت عمل بيسطب مش هاخد وقت كتير بس هنا هتحتاج تدخل تعمل باسوردين باسورد الروت هتدوس عليها هتدخل باسورد الروت سوان هدخله بعد ما كتبت الباسورد هتدوس على ضن اللي فوق في الشمال بعد كده محتاج انك تحدد يوزر تاني ده اأمن ليك انت شخصيا انك تعمل يوزر تاني غير الروت فهتكريت يوزر هتدخل اه بتاعك لو انت اي اسمك مسلا اي احمد سامير مسلا او اي حاجة اه دوت دوت بتاعك اللي انت هتدخل بيه وهتخليه واتدخل باسورد وكنفيرم باسورد ولازم بيقى في باسورد هدخل البيانات ديت هرجع لكه تاني بعد ما تدخل بياناتك هتدوس على ضن اللي فوق في الشمال وطبعا هتستنى على ما التوزيعة تخلص تسطيب تحت اهوت ويقول لك خمسة وتمانين في المية ويقول لك خمسة وتمانين في المية التوزيعة تخلص تنämän هطلع من فوق من هنا من فوق من هنا وهدوس على علامة بتاعة القفل واقول له ده شكل اللوجين بيقولك عايز تخش على الفيديوارة كزا انا سيب خش الواحدة على الاول اختيار بخش على الاول اختيار هو دوات الفيديوارة اللي انت ستطبطها ده الاسم اللي انا كتبته كيوزر اسمي بكامل ودوات الباسورد مفروضة دخلو الباسورد حت بس ملحوظة بسيطة بلما اقفر الفيديو انت بتختار الواجهة اللي انت عايز تدخل عليها نوم العادي او نوم كلاسيك او نوم ان اكس احنا نسيبها زي ما هي وناخر على النوم العادي النوم بالواج لامب اشوفكو على خير في الفيديو الجاي شكرا